مشهد أمو حميد في عرب كاستنج كان مميز هل تتذكر من هذا الشيء؟ أتذكر أنه أول شيء مشهد درامي هذا أول شيء فقال لي عينك حلوة أستاذ أدهم مرشد تحية الأستاذ أدهم مرشد فقال لي أفعل شيء ثاني كوميدي أدهشت اللجنة نعم كانت خالة بالي أفعل باسم خياط اللجنة وغادة عبد الرازة قصي الخولي وطارق العلي تحية لهم نستطيع أن نرى مشهد منه من ما؟ أمو حميد أمو حميد أمو حميد ها أنت ها أنت ها أنت ها أنت موثل يطلب لديك أي حالة تسابع ما أتذكر لك من دخلت عليهم من نفس النصب؟ نعم أنت قاعد؟ أنا قاعد حتى لفتح واريني تشاه أنا شئ نتممثل قديرا يعني فريد شوغي بحد ذاته طلبني للتمثيل قلت له لا أنا أجرع عالي جدا ما أقبل يعني فيعني جيت أنا هنا أدور حميد وآية حميد يمه آية حميد يمه آية حميد يمه أهلي وعامامي حميد يمه حميد يمه لأنه كان مكياج جدا طبعا 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 حلو ماذا ترى تجربتك بالم بي سي عراق وتجربة حامض حلو؟ كانت جنن يعني أنا أول خطوة إلي يعني أول مرة أطلع على التلفزيون من وراء رابكاستنج نعم ومبي سي احتضنتني وقدمت لي دعم يعني كل شي حلو وأنا جدا شاكر إليهم وما شيء متوقع الصراحة نحن نرى ناكب غير لون يعني صح طلعوني بلون جديد صورة مختلفة للمشاهد وشافوني على الميديا واختاروني يعني جدا محفوظ أنه يختاروني وشغلنا في حامض حلو وتونسنا نحن نحب نقول للناس يعني أنه مبي سي العراق يعني ما تحتكر أشخاص معينين إنما نافذة لكل المبدعين صح والمخرجين يعني لازم معلومة نقولهم أنت خليك شوف موهبتك أين ماشينة الشباب أو بنات والشخص الذي عنده موهب حقيقية وموجودة لا يستطيع المكره ورح يطلبوك ورح تكون متواجدة بأحل الأعمال حسنا جمعنا مش هدانو يا كطلع أنا بو كعكولي مطيرتي فأنت تريد أن تصبح طيار فقلت لك أنت لي خيمك طيور وحتى طيار أنا أريد أن تصبح طيار نعم ذكرت لك ذكرت لك ذكرت لك ذكرت لك وست تردد وراي هاي الكلمة اللي أقولها كشعاء ما زلم كشعاء كشعاء ترجمة نانسي قنقر